بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدان فرحان إن احنا مع بعض حلقات أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي بيقبلوا على الزواج أو بيقبلوا على إنهم يجددوا حياتهم الزوجية والحلقات اللي احنا بنعملها دي حلقات التمهير الزواجي وإكساب الأزواج المهارات حلقات احنا من الأول بنعملها عشان فيه فجوة كبيرة جدا 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 ما بين الناس وبين مفهوم الزواج فايدة المهارات دي نتقرب الناس إلى مفهوم الزواج الصحيح الزواج اللي فيه الناس بتسعد من أقرب طريق مش محتاجين إن هم يبزلوا مجهود ضخم قوي عشان يبقوا سعداء لا السعادة عندهم بتكون حياة بيمرسوا السعادة بيعيشوا السعادة أصحاب السعادة هم اللي فاهمين القانون ده أن السعادة ليست فكرة ولكن السعادة حياة طب عشان نعيش السعادة محتاجين إيه؟ محتاجين إن احنا نكون عندنا مهارة إن احنا نمارس السعادة من المهارات المهمة اللي احنا بنتكلم عليها واللي هنتكلم عنها النهاردة مهارة محتاجينها بشدة تكون موجودة في بيوتنا كل البيوت والمهارة دي لابد إن احنا نستعدلها من بدري وعدم الاستعداد من بدري بالمهارة دي ممكن يخلي في مشاكل تقع وإحنا نكون في غنى عنها وبالمناسبة المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي بتجيب معاها جملة من المهارات حزمة من المهارات عشان كده لو قدرنا نمارس المهارة دي هنقدر نوصل لتعلم مهارات تانية ونوصل لحياة زوجية هادية مرنة سعيدة واسعة مليانة بالفرص الكتيرة جدا 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 للسعادة والراحة البال وكمان للهدوء النهاردة نكلمكم عن مهارة عزيزة عزيزة لإن هي لو الإنسان أتقنها بتتسح حياته المهارة دي مهارة ايه؟ مهارة التصافي الزواجي لو جيت سألت الأزواج اللي هم بيعيشوا ايه اللي بيتمنى أول ما يجي يدخل على الزواج؟ ان احنا نعيش في هدوء وصفاء طب انت عايز تعيش في صفاء يبقى لازم عشان تعيش في صفاء ايه اللي حاصل؟ يكون عندك قدرة على عيش هذا الصفاء اه المهارة دي هي اللي بنسميها التصافي الزواجي وعشان نعرف يعني ايه تصافي زواجي خليني اقول لكم حكاية صغيرة جدا جدا عن شاعر من شعراء العرب وبيقول بيت من الشاعر مهم جدا 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 سمعوا الخليفة المأمون وهو بيقول واني لمشتاق لظل صاحب يروق ويصفو ان كدرت عليه يعني ايه؟ يعني انا مشتاق لصاحب هذا الصاحب يبقى صافي وان اللي حاصل؟ ويصبر علي ويتفضل حياتي الصداقة اللي بيني وبينه تفضل على حالة حتى لو انا اتكدرت عليه فالخليفة المأمون قال له ايه؟ اعطوني هذا الصاحب واخذه الخلافة الخليفة المأمون لانه زكي كان قصده ايه؟ ان الصاحب اللي قلبه بيصفى بيصفاله حتى لو هو عمل شيئي وكدره ته صاحبه عزيزي اوي ده واغلى من الملك والجاه اه هنا بقى هنقدر نعرف حاجة مهمة اوي الزوجة او الزوج اللي هو بيصفى بسرعة واللي هو ما بيتكدرش ده بالله عليكم اللي يلاقي ده او اللي يقدر يكون ده عضوا عليه بالنوازج يمسكوا فيه ده ما يتفوتش واحنا عارفين ان الزوجة لها اسم تاني على فكرة ورد في القرآن اللي هو الصاحبة والزوج كمان ليه طيب؟ لان وكأن القرآن بيقول لنا الصاحبة يعني صاحب يعني المفروض يكون في هادي الصفى اللي هو بيصفى الصاحب عشان تطول الصحبة لازم يكون في التصافي ولذلك الجواز بما انه الجواز ده ممتد ومستمر ما ينفعش يستمر من غير تصافي وعشان كده الزوجة اللي بتصفى لزوجها والزوج اللي بيصفى لزوجته مهما صدر منه ومهما صدر منها أشياء تكدر أو تدايق الطرق الزوجة أو الزوجة ده كنز غالي ما يتفوتش طب انت يا زوجة وانت يا زوج زواج لسه مقدمين على الزواج أو عايزين تجددوا الزواج عايزين ترجعوا وما يتفرطش فيكم أو ما تحسوش ان انتوا قليلين عليكم المهارة اللي احنا بنتكلم عليها مهارة التصافي الزواجي اللي هي ايه؟ اللي بتخلينا قادرين نتعامل بصفاء قلب مع شريك حياتنا وننسى اي شيء دايقنا مش بس نسامح لا نعفو قلوبنا تصفى كأنه ما حصلش اي شيء وده اللي بيحمينا من سم التراكم لان التراكمات دي سموم بتسري في قلب الجواز وبتخلي قلوبنا ما تقدرش تتحمل الحياة ولكن لما ده يحصل التصافي قلبنا بيتحمي وكذلك الحلم ويبقى عندنا حلم وصبر بيبقى سهل واذا ما كانش الكلام ده موجود بيبقى صعبين جدا وكمان التواضي بيبقى صعب لغاية ما الحب يفضل يقلي 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 لغاية ما يتلاش خلينا اقول لكم ان من اكتر الصفات اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمهننا عشان يقدر يقول رحمة للعالمين يوسع قلوب الناس كانت صفة عجيبة في حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكل صفات حضرت النبي عجيب بس الصفة دي مهمة قوي عشان تعلمنا ان الصفة دي مركزية في العلاقات